شكل العام 2014 سنة مفصلية في العلاقات بين روسيا والسعودية والولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط السخري الأمريكي والذي أدى إلى انهيار أسعار الخام من 214 دولاراً إلى أقل من 27 دولاراً في 2016 هزة انشكلت بداية تحالف غير رسمي بين الرياض وموسكو قاد إلى إنشاء مجموعة أوبك بلاس المكونة من 23 عضواً قبل أن يتفق التحالف لأول مرة في نوفمبر 2016 على خفض جماعي للإنتاج تحملت معظمه السعودية وروسيا منذ ذلك الحين نجح التحالف في الحفاظ على استقرار أسعار الخام فوق 50 دولاراً من 2016 إلى 2020 غير أن أسوق النفط ومعها التحالف واجهت أزمة من نوع جديد بدخول العالم في أخطر جايحة صحية تعصف به منذ قرنة في مواجهة الطريق الجديد اقترحت السعودية في الخامس مارس من نفس العام على خلفائها في أوبك بلاس تعميق تخفيضات الإنتاج غير أن المقترحة جوبها برفض روسي ما فتح الباب أمام أقصى حرب أسعار في تاريخ الصناعة النفطية الحادي والعشرون أفريل 2020 كان يوماً أسوداً في تاريخ أسواق الخام إذ هوا سعر خام برينت القياسي إلى أدنى مستوى له في 21 عاماً في منهارة أسعار الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ انهيار كان ضربة قاسمة للجميع مع موجة إفلاس غير مسبوقة عصفت بشركة النفط الأمريكية أضرار دفعت رئيس السابق دونالد ترامب إلى التوسط بين الرياض وموسكو أولى بوادر نجاحها دعوة لاجتماع دولي في التاسع عفريل 2020 خلصها باتفاق على خفض قياسي للإنتاج بمقدار تسعة ملايين وسبح مائة ألف برميل يومياً مع تحسن الطلب خلال النصف الثاني من العام الماضي سرعت حالف أوبك بلاس لزيادة ضخ الخام في الأسواق دون أن تواكب الزيادة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا على مدى أشهر رفض تحالف أوبك بلاس طلبات كبار المسهلكين في مقدمتهم الولايات المتحدة بدخل مزيد من النفط الخام في وقت زادت أسحار الطاقة عن مستوياتها ما قبل الجائحة ترجمة نانسي قنقر